ولهذا كان النهج السديد في إصلاح الناس وتقويم سلوكهم وتأسير سبل الحياة الطيبة بالتركيز على إصلاح النفوس وتزكيتها وغرس معاني الأخلاق الجيدة فيها ولهذا أكد الإسلام على صلاح النفوس وبين أن تغيير أحوال الناس من سعادة وشقاء ويسر وعسر ورخاء وضيق وطمأنينة وقلق وعز وذل كل ذلك ونحوه تابع لتغيير ما بأنفسهم من معاني وصفات قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم